أكيد مثل ما أنا سعيدة بتواجدي معكم أكيد زميلتي آية سحرتي من جدة سعيدة بنقلها لفقراتها لهذا اليوم من جدة مع فقرة بنت بلادي وليوم سنتكلم فيها مع ضيفتنا في الاستوديو من جدة ضيفتنا المصورة السعودية سوزان باعاقيل وهي أول مصورة سعودية في هذا المجال نرحب فيك آية هلو سهلا فيك معنا سعيدين أنه في تواصل بين وبيتكم أكيد سعيدة جدا بتواصل معكم من جدة وأكيد سنتقدم اليوم فقرات مختلفة ومتنوعة بإذن الله مثل ما ذكرت زميلتي نجلة اليوم معنا أول مصورة عربية سعودية محترفة حصلت على أكثر من 36 جائزة في فن التصوير الفوتوغرافي وأقامت 26 معرضا شخصيا داخل المملكة وخارجة وهي أيضا عضو في سبع جمعيات للتصوير محليا ودوليا فنان الفوتوغرافية سوزان باعقل يهلا وسهلا فيك زيادة السهل يهلا وسهلا فيكم أكيد سعيدة جدا بتواجدك معنا أيها أكيد نتحدث اليوم عن مسيرتك ما شاء الله الحافلة جدا يعني نحاول نحصل قد ما نقدر هالمواضيع المختلفة والمتنوعة في مدة نص ساعة اللي معنا يهلا وسهلا فيكم يهلا فيكم في البداية أحب أن أتعرف عليك أكثر أستاذة سوزان كيف بدأت من هذا التصوير؟ كيف بدأت؟ كانت منذ الطفولة وأنا أحب الفنون عامة وكنت أحب الرسم وبعدين صار تصوير واحترفت وعشت في أمريكا وتخرجت من هناك من جامعة مايامي في لوريدا وعملت أول معرض في أمريكا برضو في مايامي وبعدين جيت هنا وفتحت أول ستوديو نسائي ماشاء الله يعني بدأت تقريبا من أكثر من 30 سنة فذاك الوقت كمان ما كان في أبدا مصورات نساء بداية كانت فيها تحديات كثيرة توقع واجهتيها كان عالم رجال كان عالم رجالا يعني ما كان فيه مصورة فالحمد لله يعني حتى ما كان فيه شيء تصوير أفراح فأنا قلت لا أنا إن شاء الله هابت تخصص في مجالات مختلفة أيوة يعني وحكيون شيء أساسي وفعلا عند حين شوفي تصوير الأفراح شيء أساسي مثل فستان الفرح والكيك أو كده زي ما أنا ما كان فيه صحيحي أنواع التصوير الفوتوغرافي كثيرة جدا يمكن ما قدرت أحفظها كلها من كثرتها في تصوير طبيعة في تصوير جوي في تصوير تجاري أكيد تجاري إيش الشيء الأقرب لكي؟ كلها حلوة يعني كل أنواع التصوير حلوة يعني مثلا تصوير الطبيعة هذه من الأشياء الحلوة تصوير البورتري الأشخاص تصوير الأزياء يعني كل شيء يعطيكي حاجة معينة كنا متحدث فيك أنا وأنتي كمان عن موضوع الهواية وكيف أن الواحد ممكن يقدر هالهواية وثقها أكثر عن طريقة دراسة وذكرت أن هذا موضوع جدا مهم لأنه إذا حصل خلل في أي من الآلات أو الإفضاء كيف ممكن الشخص المصور يتحكم في هذا الموضوع لأنه الآن موجود كثير من الأشخاص بذاتة موجودة السوشيال ميديا كل من طلعي قال أنا مصور محترف فكيف الفرق بين المصور الدارس والمصور الهاوي زي ما قلت لك شيء مهم أن الواحد صحي الهواية حلوة تحبي بك الشيء بس أتقنيها بالتعليم يعني لا تعتمدي بس على الهواية لأنه إذا فعلا أنت درستي واحترفتي هتتحكمي أكثر في الظروف الصعبة خربة كاميرا، خرب فلاش أنت هتستمر لي تصوري في حالة أنه أنت عارفة كيف تتحكمي بالكاميرا وبالإضاءة بكل شيء يعني أنا ممكن أشغل كاميرا وأنا مغمضة كده جميل يعني صورت شخصيات عالمية وشاركت في معارض مختلفة وأيضا جوائز مختلفة يعني رجعت ست المملكة بكل تفاصيلها الجميلة ومشاعرها الحلوة وأهم شيء لدى حضرتك المشاعر وتوثيقها وأيضا حضرتك مصورة سيدات البيت الأبيض حدثينا عن هذا الموضوع وكيف التجربة كانت بالنسبة لك يعني أنا برضو بمثل وكالة رويتر في التصوير فكنت مسؤولة عن كنت المصورة الرسمية لهيلر كلينتون ولورا بوش كمان ومن ساعة ما نزلت من الطيارة إلى أن راحت يعني في كل في كل زياراتها أنا كنت بصورها وحاجة ضريفة حصلت أنه بعدما وصلنا إلى المطار قلت أنا كده خلاص انتهيت وأحرجع قالوا لا خليكي إلين تطلع الطيارة؟ طيارتها خربت فالمهم قالوا لي لا تستني الله يرحمه الأمير السلطان بن عبد العزيز قال في أدوها طيارة قالت لا استنى طيارتي فاضطرنا نقعد في المطار والمهم بعدين جابوا وأكلوا وأكلت كده وفي الخلف كان فيه الرز المندي الصحن الشعبي هذا لحقون المراسم فقلت لا إيش رأيك هذا طعيمه ومدر إيه وكده فالمهمية تحمست ووثقت فيها حتى أنه تجي في الخلف ونزلت الصورة في عقاص في الصفحة الأولى يقولوا مين وصل صحن المندي الشعبي هذا إلى هيلاري كلينتون يعني نظرة مختلفة أكيد سيدات البيت الأبيض وجدوها في حضرتك تجربة جديدة في هذا الوقت لم يكن هناك سيدات مصورات محترفات ما كان رد فعلهم وشعرهم والكلمات الجميلة اللي كانوا يقولون لك هي كانوا حتى قبل كده كانوا يستغرب ويحسبوا نحن ما عندنا ما عندنا المرأة متأخرة أو ما بالأكس كنت تحت صورة حلوة للمرأة العربية السعودية أنه نحن محترفين في كل شي يعني مثلت المرأة مع خاتم الحرمين الله يرحم والملك عبد الله لما رح إلى فكنت من الوفد اللي يمثل المرأة في مجالات محترفة يعني طوال ثلاثين سنة لكن هناك مواقف لا تنسى صور محفورة في الذاكرة رد سوزان بعقيل أيضا مشاركات وشخصيات عالمية ورؤساء وأيضا حكام دول مختلفة لكل حاكم يمكن قصة معينة وذكرة حكي لنا أكثر عن كمان مشاركتك في روما والتصوير اللي كان هنا ايه عملت معرض عن التصوير وبرضو شاركت بالأزياء السعودية من جميع مناطق المملكة فكان الأسبوع الثقافي السعودي وكنت يعني بصورهم بالزي السعودي وبعدين بيتصوروا صورت وزير الخارجية اللي طالب اللبس السعودي وكده قال لي انت كده هتخليهم يفصلوني عن العمل وفي نفس الوقت كمان كان فيه واحدة إيطالية قالت لي يعني انه حتى لو أموت محل بس زيكم ولا غطي شعري اوه انت واجهتي أشياء مختلفة ايه فلما قالت كده قلت لي انا ما هتصوري كل مهم كنت أصور غيرها وكل واحدة تطلع أحلى من الثانية ومن بسطو ففي الاخر جات اني ماسكت طرحة كده مجدحية تقول لي صوريني أنا هنا لحظت يعني فرحت يعني استوعبت أنا ما كنت بس بقدم صور وأزياء أنا كنت بغير فكر واحدة تقول لي أنا أموت ولا ألبس زيكم وتتجي بعدين تقول لي لا صوريني ولبسيني زي طبا فكنت سعيدة وهذه كل لحظة يعني مثلتي دينا ومثلتي وطننا أكيد بشكل مشرف وردت فعلك أكيد الرائع غير فكرها عن كثير من الأفكار السيئة التي كانت تكون موجودة عندها الحمد لله حتى فيه شخص إيطالي بعد ما صورته جاء وشكرني بطريقة مميزة ركع وسلم علي وقال لي أنت تعطينا صورة حلوة عنكم قال أنتوا اللي علمتونا الحضارة والهندسة والطب وكذا قلت له أنت بتقول دي الكلام لي قال لي إيه وقلت تعال قوله على الملأ خليتي تقوله في التليميزيون للجميع فأحس أنه أنا مسؤولة يعني من خلال معارضي وصوري أنه أبرز الإسلام وبلدي بصورة حلوة ومن خلال حوراتك السابقة ذكرت كلمة جميلة أنه صورك تخدم الإنساني وهذا هدفك أو أحد أهدافك من خلال التصوير ما قصدت بها الكلمة؟ يعني من خلال صوري صوري توصل في قلوب الناس تعاملت لهم مدارس تعاملت لهم مساعدات فهذا شيء يسعدني يعني وبرضو صورتي فازت في حقوق الإنسان إن شاء الله لها صح فالضبط من اللي يشوف صورك و لقاءاتك السابقة كما يستشف أن حظتك تهتمي بتوثيق المشاعر مو فقط صور فوتغلافية صامتة في مشاعر جميلة جداً بتكوني حريصة على التقاطها مرة حريصة يعني خصوصاً في كل اللحظات تهمني اللحظة في الأفراح المشاعر مرة تهمني يعني مو بس الأشياء الروتينية الكيكة والزفة و كده لا المشاعر اللحظة اللي هي فيها مشاعر بين العريس و العروسة يعني نظرة حضن أم دمعة أب يعني كل الأشياء هذه مرة مهمة على أساس لما يجي يشوف الصورة بعد كده ترجع اللحظة هذه صحيح يعني هذه يمكن أهم التفاصيل اللي بتهتمي فيها في أشخاص بهمهم الخلفية الموجودة الطبيعة المكان اللي هو موجودين فيه أتوقع أنت لو حطوك في أي مكان هتطلع الصور الرائعة كل شيء لازم يتوسق يتوسق صح يعني مثلاً أفتكر أم عروسة لما جاءت تشوف الصور و كده و كيف صورت العروسة بطقمها والألماس اللي باين كويس تقول لي أنت حتفضحينا يعني لازم نجيب شيء كله التفاصيل جميل يعني حلنا نتكلم عن هالموضوع مرة ثانية لكن خلينا نجح لنقطة أيضاً مهمة معهد تدريب التصوير اللي حضرتك مسؤولة عنه حديثين أكثر عن هالمعهد و عن التدريب اللي بتقدمين الفتيات اللي ما شاء الله مؤخراً أصبح هواية جداً و نقدر نقول احترافية لكثير من الفتيات فتحت الحمد لله معهد لتدريب التصوير الاحترافي و من خلاله الوحدة ممكن تتوظف و دحينا لكل حابب التصوير صار أهوس عند الكل فشي حلو يعني جميل يعني حضرتك أكيد درستي أكاديمياً بعدين خصوصات مختلفة يعني واحدة ممكن تتخصص في الأزياء أو في تصوير الأفراح أو تصوير التجاري يعني عالم التصوير بحر يعني ما هو شي معين بس يعني ناس تتوقع أن كلها نفس الشي كاميرا في النهاية وإضاءة وكادر وخلاص لكن فيه أشياء مختلفة بيدرسوها فيه أشياء مختلفة يعني حتى فيه تصوير الطبي يعني كل شي من المنظار من الكاميرا اللي تدخل وتصور أجزاء جسم الإنسان يعني كمان أنواع الكاميرات في كل تخصص بتكون تفرقية مثلا الأزياء غير الجوي غير الطبي غير التصوير المائي كل الكاميرا بتكون نوعها أيوه في العدسات كمان يعني كل عدسة مثلا عدسة اللانسكيب اللي هي للطبيعة ما هي زي الكاميرا اللي هي لتصوير الأشخاص ونحن فيه كاميرات متطورة كمان من ناحية السرعة وفيه كاميرات تصوريها وما تحتاج أن توضحي أكيد خلينا نشوف بعض الصور كده المميزة لحضرتك هل فينا أكثر عنها على هذه الصورة تطلع معنا إيش هذه الصورة؟ أكيد معروف يعني أكيد هذه تصوير الحرم من خلال الهليكوبتر كنت متواجدة داخل الهليكوبتر واخدت الصورة؟ أيوة أنا بوثق الحج سنويا من خلال التصوير الجوي وبرضو هذا كان في رمضان لقطة للحرم من اللقطات اللي أحبها هذه كمان صورة ثانية للحرم؟ أيوة للكعبة والتوسعة هذه توقع ذكرتي من أكثر الصور المقربة لقلبك أكيد أيوة لصورة الكعبة من خلال فيه كمان صورة أقرب كانت لحظة مرة جميلة يعني موائحة تجيب فرصة يصور وكنت في هذا الموقع المميز أكيد كانت شعور جدا رائع لحضرتك كمان نشوف إيش كمان ما شاء الله يعني أنت جابت لنا مجموعة صور كبيرة جدا إن شاء الله نحاول اليوم نعرضها نعرض أكبر قدر ممكن من الصور هايش كمان نخرجنا فيه معنا صور هذا كمان صور للكعبة هذا الأقرب اللي قلت ذكرتيها ايوه وفيه أقرب أقرب لين كده حسيت أنا جوة ذلكعبة بس هي صور كثيرة فمن زماعية مختلفة هذا كان في رمضان هذه صورة كمان تكلمين عنها أكثر هذه مع هيلاري كلينتون وشوفي لو تلاحظي ملبسيني شريط أصفر إن هذا أنا تابعة للإعلام الأمريكي يعني تابع البيت الأبيض إنه صور كلها تبعهم أكيد كانت شعور جميلة هذه كمان صورة ثانية صورة التي صورتها ايوه هذه أنا صورتها لما اتجولت وراحت عند الأمير خالد الفيصل في الأمارة هذه كمان صورة ثانية لحضرتك هل أنت في الهليكوبتر؟ هذا أنا في الهليكوبتر أحج وأصور ما شاء الله جمارك الله مينة بدأت تقريباً تصور الهليكوبتر من بداية أو بعد فتحة؟ من 2006 يعني ما شاء الله هذه لبوابة مكة ما شاء الله مجموعة هذه كلها صور بتشاركي فيها في المعارض أو صور مختلفة؟ أي طبعاً لما أعمل معارض خارج المملكة بشارك بهذه الصور يعني خليني أسألك كمان عن الفرق بين هذي كمان صورة تانية؟ هذي في مؤتمر مادريد وكنت ورحت بأمر سامي من الملك عبد الله الله يرحمه ووثقت المؤتمر هناك جميل لما تكوني تمثلي المملكة في محافظ دولية رائعة توقع شعور جداً جميل وهذا التصوير في دبي تصوير الرياضي آه ما شاء الله في كل المجالات كمان الرياضي هذي الطبيعة هذي في كشمير تلوج وكذا من المناظر الجميلة برضه أتوقع أنت جلت العالم بكاميرتك في مختلف المناطق تحس أن صورك مختلفة الآن عن سابقاً بسبب التطور الكاميرات والريزولوشن والـ هذي فيه فرق واضح ولما تحس أنه فيه فرق شوفي أهم شيء أهم عدسة هي العيون يعني نظرة الفنان أو المصور هي أهم من أي عدسة طبعاً العدسات والكاميرات تساعد بس أهم شيء أنه الواحد يكون عنده الحس واللحظة يكون مستعد على طول صحيح لأنه بنشوف صور جداً محترفة يكون أشخاص أخذينها بجوالاتهم مع أنه حتى ما تكون يعني آخر الجوالات لكن فعلاً مثل ما ذكرت اللقطة الصح هي اللي ممكن تخليكي تاقص صور متميزة هذه نفس الصورة أيضاً في محفل رياضي أيه في دبي كان تصوير التنس تورنامنت هذا التكريم من رئيس جمهورية إيطاليا وكان أول تكريم لفنانة عربية من حكومة أجنبية أعطيت صورة حلوة عن المملكة وعن تراثنا وعن الإسلام جميل ما شاء الله صورة كده متميزة ورائعة يعني أحب أتكلم معاكي كمان عن ما شاء الله الكتب اللي أصدرتها أني كتاب حرف من جذر العربية وكمان بلاد الحضارمة هذه مسوعة أصدت مؤخراً في معرض الكتاب شاركت فيها صح موسوعة بلاد الحضارمة المسوعة رائعة صراحة أنا أحب أقول لكم إنها مويزة أنا أعرف أفتح إيه ورسيب إيه بس يعني أنا حاول حديثيني في بداية عن متى بدأتي تصوري في هذه الموسوعة أو تجمع الصور له بدأت من 2005 أخذت مني عشر سنين وثقتها صورت كل المدن الأساسية تريم شبام وكلسة بعدين دخلت في الوادي وادي دوعاً كله الهجرين الوادي الأيمن والأيسر صورت تلاتة وستين بين مدينة وقرية الجميل في الموسوع أنه مو بس في صور أنت كمان موثقة تاريخ بتفاصيل بأماكن مختلفة كمان الجميل المشاهدين أنك أنت كاتبة باللغة العربية والإنجليزية هو مترجم باللغتين بيّنت فيه البلاد والإنسان وأضفت فيه كمان الحرف والأزياء معلومات تاريخية يعني كل التاريخ موجود في هذه الموسوعات هذه مثلاً لقطة لبير علي هذا في وسط جبل شايفه فيه بحر يعني من المناطق اللي مره مميزة كريف شوران اسمه كمان ذكرتين لي منطقة ثانية شيبام شيبام هي في الجزء بعدها اللي هي أول ناطحات سحاب إن شاء الله أكون قادرة عجيبة اللقطة صح نروحي كمان كماني مشو شوي هذه الناطحات من آم شكاو هذه الناطحات من 600 عام هذه أعييوة هذه هذه الناطحات يعني من 600 عام ذكرتين فيها دورات مياه وفيها صرف صحي فيها تحوية يعني مميزة هذه كم عام؟ من 600 عام من 600 عام من 600 عام وهنا أغلب المهندسين يجوا يدرسوا كيف هادة بنت يعني حتى بين الصخور بين المعمارة الطينية في كثير من الألمان والسويسريين وكذا بيجوا يعني شوفوا واليونيسكو ذا حين حامية المنطقة جميل ذكرتي لي انه كيف جوتك الفكرة وتحمستي أكثر اني كامل موسوعة شفت مين بيقول لك في السنة أنا رحت لما رحت أول مرة كان مع السفير الألماني ومرته عن طريق الربع الخالي ويقول لي أنا كل إجازة أجي هنا حضرموت فقلت حين هذا عارف يعني عارف عن حضرموت أكتر مني خليني أبدأ أنطلق بعمل موسوعة أي مجلد فيهم الأزياء؟ الأزياء الجزء الثالث كمان مستقى الأزياء بشكل كمان جميل إن شاء الله تطلع الصفحة الصحة برداية ولا الأخير في النهاية عندي العسل والبترول كل التفاصيل تصوير الأزياء كمان مميز عشر سنين قعدت تصوري واجمعي طبعا رحت مناطق مختلفة وفي مواسم مختلفة طبيعة هعنات معمار أظن في غداء كمان في مأكولات في أزياء في كل التفاصيل عن حضر موت اللي اخترت تنقلنا ليها لكن عن طريق الكتب ما شاء الله تبارك الله مو بس كانت صورت كمان أوثقت المعلومات يعني كنت تسأل الموجودين عن جزء التاريخي وكذا مين ساعدك في مراجعة النص والمعلومات التاريخية في مؤرخين في دكاترا راجع الموسوعة وهناك في كل منطقة أروحك كان أقابل الحاكم والمسؤول وهم بيعطوني المعلومات وأضيفها ناشاء الله كمان نتكلم عن الحرف من الجزرية العربية هذا تقريبا سنة كم الكتاب بدأت فيها هذا من خمس سنين خمس سنين هذا مصورة فيه الحرف من الجزيرة العربية من كل المناطق وهذا كان أول كتاب يوثق الحرف ويوثق المرأة في العمل يعني أول زمان كانت المرأة السعودية ما تطلع لاف كتب ولاف جراي فممكن تطفحي في كل الحرف في ستين حرفة ماشاء الله وهو باللغتين كمان باللغتين ليش اختميتي وحرصت ليكون باللغة الإنجليزية واللغة العربية أكثر من اللغة عشان يعني شي مهم أنه يكون ع دولي عشان يكون دولي وشاركت بي في المتحف الروماني في إيطاليا ماشاء الله وفي ألمانيا ودحين بيدرسوا الحرف في اليابان ماشاء الله أقصد بيدرسوا تراثنا في اليابان من خلال كتاب الحرف ماشاء الله فأعطى صورة حلوة يعني في خطة كمان ثانية لك إصدار كتاب ثاني بصور ما شاء الله عندك كمية كبيرة من الصور أتوقع جدا عندي بنك بنك من الصور في في يعني خطة مستقبلية إن شاء الله إيو إن شاء الله إن شاء الله أبغى أسوي عن المملكة وأبدع بجدة جميل وأسوي برضو عن تصوير الحرم لأنه موثقة كل المراحل والتطورات اللي سار في الحرم ممتاز جميل كمان حديثين عن الجائزة الموجودة معنا هذه هذه جائزة جائزة الأمير سلطان بن سلمان الأمير سلطان بن سلمان رائدة في التصوير صحيح إيو من رائدة التصوير إنه خدمت التصوير دوليا ومحليا يعني عطيت صورة حلوة عن المملكة هالنوع من الجوائز إيش بيضيف لسوزان إيش بيعطيها كمان دافع أكثر للأمام الإنسان أهدافه ما تتوقف عند حد معين دائما عنده طموح ما شاء الله برغم من كل النجاحات اللي وصلت إليها الآن لكن أكيد عندك أهداف أخرى حابة توصيها في المستقبل إيش أهدافك أهدافي إنه أستمر إن شاء الله إنه من خلال الصورة يعني أخدم بلدي أعطي صورة حلوة هي مسؤولية هي مسؤولية يعني وهي وسيلة وسيلة من خلال التصوير أنا أوصل لرسالة حلوة أعطي رسالة حلوة صحيح يعني يمكن الآن هذه الرسالة توقع كمان لكثير من الشباب والشابات اللي بيشاهدون اللي حابين التصوير وفعلا من خلال التصوير بالذات وسائل التواصل الاجتماعي بالذات السوشيال ميديا والإنستغرام خصوصا أصبح يمكن نجول العالم من خلال التصوير والصور صح جاءتني دعوة من الحكومة الكورية للعلاقات الدولية أن أعمل معرض وبرضو عملت ما شاء الله فالحمد بله معرض عن مملكة أيضا أيام كمان ذكتين من تحت الهوى على الحاكم ماليزيا عيد ميلاده وعيد زواجه أنا في هذه الإنجازات جدا متميزة نشكرك أستاذ الساعة وجودك معنا أسعدتين جدا كان لقاء جدا شايق شكرا أنا اللي أسعدكم وأحب جدد البيعة للملك سلمان بكل حب ولا أجدد البيعة للملك سلمان الله يحفظه إن شاء الله يا رب العالمي يا رب العالمي أكيد شكرا لك وشكرا لكم أيضا مشاهدين الساعة جدا بوجودي معاكم إن شاء الله بإذن الله لقائي فيكم يتردد الأسبوع القادم في ربط جديد من جدة بفقرات متنوعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر